اهلا بكم من جديد اعلنت الكويت عن اجراء انتخابات برلمانية في 29 سبتمبر المقبل بعد اسابيع من اعلان ولي عهد البلاد حل البرلمان فما الذي تنتظر الكويت من هذه الانتخابات؟ وهل تتغير الموازين بما يدفع الى تجاوز الشروق التي حالت دون بقاء الحكومة السابقة؟ وما هي الاصلاحات المزمع القيام بها في عهد البرلمان الجديد؟ الانتخابات البرلمانية المقبلة في الكويت المقررة في اواخر سبتمبر المقبل هي الثانية في غضون سنتين وهي التاسعة عشر منذ استقلال البلاد في عام 1962 وغالبا ما تم حل البرلمان نتيجة لمواجهة بين الحكومة ونواب المعارضة الذين ظلوا يتقلبون بين مطالب واخرى ما قدم ايحاءات بان التجربة البرلمانية تحتاج الى تصويب وليعهد البلاد الشيخ مشعل الصباح قال في مرسوم حل مجلس الامة ان الحاجة الى انتخابات جديدة تمثل تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الاخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية العودة الجديدة الى الانتخابات تثير الامل بامكانية بناء وضع يقيم جسورا فوق الشرخ بهدف الاصلاح والاستقرار وهو ما دافع عنه رئيس الوزراء الجديد الشيخ احمد نواف الصباح الذي وضع تصحيح المسار السياسي في البلاد على رأس جدول اعمال حكومته الاختلاف دائما ما كان مقبولا في الكويت الان تهديد الوحدة الوطنية ظل خطا احمر وتصحيح المسار بتكليف نجل امير البلاد برئاسة الحكومة هو اشارة الى ان انهاء المنزعات السلبية بات جزءا من ذلك الخط الاحمر وينضم الينا ضيفانا من الكويت وعبر سكايب دكتور عايد المناع الاكاديمي والباحث السياسي اهلا بك كما ينضم الينا ايضا وعبر سكايب ايضا دكتور فهد المكراد الاكاديمي والباحث السياسي اهلا بك ابدأ معك دكتور عايد يعني الاسباب المعلنة لحل البرلمان هذه المرة تحياتي لك وللمشاهدين العزاء يعني طبعا وفقا للمادة 107 من الدستور للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم مسبب وان يدعو للانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل وبالتالي نعم هناك اسباب كانت هناك ازمة طاحنة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على اثر انتخابات 2020 وخاصة الحقيقة عندما اعترض عدد من النواب المنتخبين على سيد مرزوق الغانم وعيحة حددوا مرشح لهم ليكون بديلا عنه ولكن الحقيقة بحكم الدستور الكويتي الوزراء المعينون ايضا هم لما يؤد اليمين الدستورية في مجلس الامة يصبحوا اعضاء بمجلس الامة بحكم وضيفهم وبالتالي حق لهم ان يصوتوا الى يعني الرئيس ونائب الرئيس واعضاء اللجان وهذا ادى كما يقول المعارضون الى ترجيح كفة السيد مرزوق الغانم ليفوز بالرئاسة على مرشح ما عرفه بتلك المرحلة بالمعارضة وهذا ادى الى تأزيم حاولوا ازاحة مرزوق الغانم لم يستطيعوا فلجأوا الى الحقيقة الاستجوابات والمسائلات وبالذات رئيس الوزراء الحقيقة الشيخ صباح الخالد وبالنهاية ايضا قدموا استجواب واعقبوه بكتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء مما يعني انه امام الامير اما ان يحلم اجلس الامة او ان يحفي رئيس الوزراء طبعا فيما بعد مشاورات وانتظارات الامير الحقيقة يعني لجأ الى ارضاء النواب طبعا خاصة بعد ان اعتصموا في البرلمان عدد منهم فصارت ازمة الحقيقة تعطيل الجلسات كانت من ضمن الامور الحقيقة اللي عطلت الحياة الجلوس في مقاعد الوزراء كل هذه الامور ادت الى انه يعني يصبح هناك شلل للحكومة وللبرلمان في هذه المرحلة وهنا تدخل الحقيقة دخلت القيادة السياسية ممثلة بصاحب السموة الامير الشيخ نواب وسموة ولي العاد الشيخ مشعل وعاد الشيخ مشعل بخطاب الاميري بحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات جديدة لا تتدخل الحكومة فيها لا من بعيد ولا من قريب وهذا ما حصل حتى طيب صحيح يعني دكتور فهد ولي عهد البلاد تحدث في هذا البيان بيان حل مجلس الامة ان الحاجة تقتضي باصلاح المشهد السياسي ما هي تحفظات على المشهد السياسي يعني كما تفضل زميلي دكتور عيد المناع اضافة الى ان المشهد السياسي الان قد تقير في عهد سمو الامير الشيخ نواب الاحماد ولي عهد الشيخ مشعل احمد الصباح الان اصبحت الرؤية واضحة وكانت الرسالة ايضا واضحة للشعب الكويتي بحسن الاختيار الان الحكومة يعني تمكنت من ان تقدم نموذج وزاري جديد وان يكون العمل من قبل السلطة التنفيذية عمل ميداني وحرص على ان يكون هناك عدم تدخل من الحكومة الكويتية في اي انتخابات رئاسية قادمة هذا الوعد الذي قطعه البيان الاميري يعطي دلالات بانه مجلس الامة القادم سوف يكون سيد غراراته في اختيار الرئيس ونائب الرئيس واعضاء اللجان لذلك الان يعني الاختبار الحقيقي هو على الناخب الكويتي يعني كيف يختار الشخص المناسب صاحب الكفاءة والعلم الذي يستطيع من خلاله ان يمثل الشعب الكويتي تمثيلا عاما ويمثل الامة بشكل عام لذلك انا اعتقد الان المحك والاختبار الحقيقي وعلى الناخب الكويتي بعد ان اوضحت الحكومة انها لن تتدخل في انتخابات الرئاسة التي شهدت لقط كبيرا باختيار الرئيس ومن ثم يعني ادى الى عدم تجاوب كثير من الاعضاء واقلبية الاعضاء مع الرئاسة واسلوب الرئاسة الماضي وبالتالي الان مرحلة جديدة ان كان الناخب قد احسن الاختيار في النواب المرشحين القادمين طيب دكتور عايد يعني ما هي التحديات السياسية التي تواجه البرلمان في المرحلة المقبلة انا اعتقد التحديات الحقيقة تنموية اكثر منها سياسية البرلمان كما تعلمون هو برلمان يعني يشرع ويراقب ورقابة هي الاساس في الموضوع لكن في نفس الوقت الحقيقة الكويت يعني يشعر الكويتيون ان اصبح هناك بطع في عجلة التنمية وبحاجة الى التنمية والى تطوير وتصبح كما يفترض ان تكون يعني دولة متقدمة في نواحي شتى وخاصة الامكانيات المالية والبشرية والتكنولوجية متوفرة في هذه الجوارد لذلك المسألة الان في هذا الجانب هو الحقيقة التنمية ونقل الكويت نقلة نوعية يعني للمرحلة الجديدة الجانب الحقيقة ايضا الامني الكويت الحقيقة في منطقة لا تخلو من القلق في شمال هالحراق غير مريح وضاعف في شرق ايران ايضا يعني تسبب احيانا بعض الاشكاليات فيها لها شبكات ولها ايضا مواطئ قدم في المنطقة تمتد الى الاردن حتى يعني شمال اردن والى سوريا والعراق والبنان واليمن الحوثي وهكذا عندنا ايضا الحقيقة يعني المطالبات السياسية قد تكون فكرة طرح الاحزاب لاحقا المجموعات السياسية من الامور الواردة عندنا الحقيقة ايضا الملف النووي الايراني والاتفاق الامريكي الايراني مدى هل سيحدث ام لا امور الحقيقة الجانب الامني مهم بالنسبة للكويت خاصة مثل ما قلنا ان الوضاع قلق في العراق ولديها الان يعني عدد من الميليشيات الولائية المرتبطة بايران والتي هي اليوم مسلحة يمكن بشكل كبير ورأينا كيفية يعني استخدام استلاح في ليبيا وفي سوريا ماذا عمل لذلك املنا انه يأتي برلمان يضع الحقيقة الكويت بين عينيه كما نقول دون النظر للمصالح الانتخابية وغيرها نريد ايضا حكومة تكون انعكاس لنتيجة الانتخابات البرلمانية وبالتالي يعني تأتي يعني يكون هناك نوع من الانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية طيب دكتور فهد يعني غالبا ما يتم حل البرلمان في الكويت نتيجة المواجهات او الاختلافات ما بين المعارضة والحكومة يعني هل هذا يعطي المعارضة في المرحلة المقبلة وفي الانتخابات المقبلة فرصة اكبر للفوز في هذه الانتخابات هو طبعا كما تفضلتي يعني هنا اشكاليات يعني تضارب مصالح مراكز القوة في السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية مع المصالح الضيقة والطائفية والقبلية تنعكس بالتالي على السياسة العامة للدولة والسياسة العامة ايضا للبرلمان الكويتي لذلك ان لم يكن هناك تدخل من قبل الحكومة وهذا ما وهدت انه يعني وعدت الحكومة عبر خطاب سمو الامير الخطاب الاميري انه الحكومة لن تتدخل في اختيارات النواب وبالتالي اصبحت الكرة في ملعب النواب الان الدولة او الحكومة كانت واضحة وشفافة بانها لن تتدخل مراكز القوة خارج البرلمان لعبت دور كبير في ان لا يكمل المجلس الماضي سنواته وفصلة تشريعي المتكامل اللي هو اربع سنوات فقط مضى سنة ونصف يعني تقريبا سنتين ولم يحقق يعني طموحات الشعب الكويتي لذلك انا اعتقد الان الاختبار الاكبر هو من الشعب الكويتي كيف يختار ومن سوف يكون ممثلا له في البرلمان اللي يعكس السياسات وتوجهات المواطنين كما تفضل زميلي القضايا الامنية ايضا اضافي لذلك القضايا التعليمية القضايا الجيوسياسية في المنطقة وقوع الكويت في مثلث الضغط الايراني العراقي السوري اليمني يعني اماكن التطرف في المنطقة عالية جدا لذلك نريد برلمان يكون بمستوى طموحات الشعب الكويتي وهذا ايضا ما تتمنى الحكومة يعني في توجهاتها في العهد الجديد انها تريد ان ترى يعني تحرك برلماني يتم التعاون مع جميع السلطات يعني ان كانت تشريعية او تنفيذية او قضائية لذلك انا اعتقد الان الانتخابات القادمة في شهر سبتمبر نهاية شهر سبتمبر سوف تكون اختبار حقيقي للشعب الكويتي وليس للحكومة طيب دكتور فهد يعني ذكرت ان مسألة تحقيق طموحات الشعب الكويتي هل يتم الرهان او هل تراهن على البرلمان القادم في ان يحقق هذه الطموحات والله الدروس المستفادة يعني يفترض ان سواء المرشحين السابقين او المرشحين الجدد ان يروا اسباب يعني تأخر البرلمان في البت في قضايا مهمة وحيوية للبلاد والعباد وبالتالي اعتقد انه انه الناخب الكويتي اذا ابتعد عن يعني المواقف القبلية والطائفية والدينية اعتقد انه سوف يكون هناك برلمان استفاد من يعني الفجوات او الاخطاء السابقة التي حصلت في البرلمان الماضي وبالتالي يكون هناك تعديل للمسار اذا لم يكن هناك تدخلات من مراكز هو سواء كانت احزاب او او مراكز ضغط للقرار او حتى انه الحكومة فيما بعد قد تتدخل اذا ابتعدنا عن كل هذه الضغوط انا اعتقد ان المجلس الامة سوف يكون سيد قراراته وتكون الامة هي مصدر السلطات بشكل حقيقي طيب دكتور عايد يعني ايام قليلة تفصل على هذه الانتخابات هذا يستدعي بعض التساؤلات عن الجهيزية لعقد هذه الانتخابات عن تأثير مراكز القوة تأثير المال السياسي المحاصصة وغيرها من الامور التي غالبا ليس فقط في البرلمان الكويتي ما تلعب دور اما ايجابي او سلبي على تشكيلة البرلمان او اجراء اي انتخابات كيف ترى الامر نعتقد انه هذا البرلمان سيكون على الاقل الى الان سيكون افضل من السابق تم الحقيقة ضبط عملية التصويت من خلال البطاقة المدنية بحيث ما يكون هناك نقل لناخبين غير حقيقيين الى مناطق معينة وبالتالي يعني الحصول على الاصوات لدائرة ثانية هذا جانب الجانب الاخر انه تم ملاحقة ما يسمى بالانتخابات الفرحية وهي قبلية وغير قبلية لكن القبلية هي الاكثر مموحة وهذا ايضا يعني اه حد ولا اقول انها رحينية لكن حد منها حتى الان بحيث انه يعني ما عادت مثل في السابق تجرى هذه الانتخابات وهذا ايضا سيؤدي الى ان تكون هناك منافسة مطلقة او لحد كبير ما بين المرشحين ومن يحصل على ثقة الاغلبية او يحصل على الاصوات الاكثر يكون ممثلا للامة الجانب الاخر انه ايضا هناك تشدد كما يقال على المال السياسي بحيث اصبح الحديث عن ان من يعني يكون في حسابه من المرشحين اكثر من ثلاثمائة الف ويصل الي ثلاثمائة يسأل عن هذا المبلغ وكيفية صرفه والاخره ام ثلاثمائة الف دينار طبعا هذا طبعا بالتأكيد سيكون ايضا يعني اغلاق لصنبورا للمال السياسي لا يتعدم ولن يعدم ولكن على الاقل سيتم التضييق عليه وبالتالي يعني لعله عسى مثل ما شارت دكتور فهد يأتي برلمان ممثل لارادة الامة ونظرته موضوعية لا ينظر على انه والله يمثل فيها دون اخرى لانه وفقا للدستور الكويت الحقيقة عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها وبالتالي لا ينبغي ان يكون النائب يعني متمحور حول قبيلة او طائفة او عرقة الاخرة وانما يمثل حقيقة اه كل الامة وهذا ما نريده بان يأتي يعني نواب لكن ما نريد فاكستر ايضا ان تكون هناك حكومة حكومة اما تكنقراط او حكومة يعني رجال دولة تأتي متناسبة مع مخرجات العملية الانتخابية وقادرة واقولها بكل وضوح على ان تكون يعني مشاريع استجوابات وملاحقات ومساءلات ولا تخشى من ذلك هذا هو المطروب مش كل ما صار يعني استجواب صارت ازمة لا هذا غير منطقي الحقيقة نعم الاستجواب لا يعني صيت ولا زخم وكذا ولكن الحقيقة ينبغي ان يأتي وزراء ورئيس وزراء يأتوا وهم يعلمون انهم في اي لحظة الدستور يعطي للنائب هذا الحق ان ممكن استجوبوا وممكن تشكل لجاء تحقيق وممكن يساءلوا ولذلك تأتي حكومة وهي قادرة على المواجهة ومن لا يستطيع فل يرحل هذا هو المطروب عندنا سيكون هناك التعاون له قيمة ومعنى وستكون القيادة السياسية والشعب الكويتي مراقب لسير العملية وبالتالي اكيد انه يعني الحكم النهائي هو الدستور والعراجة الشعبية نعم دكتور فهد يعني اخيرا ما الذي ينتظر المواطن العراق عفوا الكويتي من هذا البرلمان طموحات يعني كبيرة حقيقة انه تعديل المسار الخاطئ ان يكون هناك استغلالية في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم كما شاهدنا من التجارب تضارب المصالح بين قطاع الرئاسة وقطاع النواب يعني التحزب لجهة معينة على حساب الوطن الاستماع إلى الجهة أو الطائفة أو القبيلة على حساب مصالح الدولة لذلك انا اعتقد انه اهمية البرلمان القادم تكمن في النزاهة والمحافظة على المال العام في النواحي المحلية وان يكون هناك صوت لمن لا صوت له من الطبقة المتوسطة في الكويت ان هناك من يخدم التجار وهناك من يخدم يعني لوبي معين او طائفة معينة نريد ان يتم خدمة الكويت بكافة اطيافها دون التحزب والتعصب لطائفة على اخرى او مصالح ضيقة على حساب مصالح الدولة لذلك انا اعتقد ان الان الدرس قد وصل الى الشعب الكويتي بضرورة تصحيح المسار وهذا ما اكد عليه البيان الاميري بضرورة ان يتم اختيار النائب المقتدر ذو الكفاءة والذي يحظى برضى المواطنين والشعب الكويتي بشكل عام اذا دكتور فهد المكراد الاكاديمي والباحث السياسي شكرا جزيلا لك واشكر ايضا ضيطنا الدكتور عيد المناع الاكاديمي والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم انتهت بذلك حلقة اليوم من وراء الحدث شكرا لكم وإلى اللقاء